روسيا توجه صفعة لجبهة البوليزاريو الإرهابية تجاهلت روسيا ذكر النزاع المفتعل في الصحراء المغربية في كلمتها أمام الضار 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك والتي ألقاها أمس السبت وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف غضت طرف عن ذكر الكيان الانفصالي المتمثلي في جبهة البوليزاريو لم يستحذرها في خطابه بحيث اكتفى بتقديم وجهة نظر موسكو حول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والحرب في أوكرانيا وقضايا السلم والأمن في العالم على غير القضية الفلسطينية والوضع في سوريا ومالي والنيجر وليبيا والسودان وغيرها دون الحديث عن الصحراء غياب نزاع الصحراء المفتعل في الصحراء المغربية عن خطاب وزير الخارجية الروسية يأتي في وقت تحظى فيها قضايا السلم والأمن في العالم المذكور سلفا بالأهمية القصوى لدى موسكو واحتلالها للترتيب الأول في أجندة سياستها الخارجية وكاد تجسيدا لكون نزاع الصحراء الثانوي بالنسبة لها في خضم تطورات بالساحة العالمية اشتركوا في القناة